حياكم الله قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت أقرأ عليكم من مقدمة كتاب تهذيب الأحكام التي كتبها الشيخ طوسي أعود إلى ما قرأته عليكم كي أتمه وأكمله وسألني الطوسي يقول سأله أحد الأصدقاء ممن له منزلة مهمة كما يبدو من القرائن في كلامه ومن الكتاب المهم نفسه الذي ألفه استجابة لطلبه وسألني أن أقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله وهي كنية المفيد أيده الله تعالى فهذا يعني أن الطوسية قد بدأ التأليف لهذا الكتاب في حياة المفيد وسألني أن أقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله أيده الله تعالى الموسومة بالمقنعة لأنها شافية في معناها كافية في أكثر ما يحتاج إليه من أحكام الشريعة وأنها بعيدة من الحشو إلى أن يقول الطوسي وأن أترجم كل باب أن أترجم يعني أن أشرح وأن أترجم كل باب من أبواب هذه الرسالة المقنعة وأن أترجم كل باب على حسب ما ترجمه على حسب ما ترجمه ما بينه وفرع فروعه الشيخ المفيد في رسالته المقنعة وأذكر مسألة مسألة فهو لن يترك شيئا بحسب ما يقول وأن أترجم كل باب على حسب ما ترجمه ما ذكره المفيد وأذكر مسألة مسألة فأستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه وإما من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها وإما من إجماع المسلمين إن كان فيها أو إجماع الفرقة المحقة ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك وأنظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها وأبين الوجه فيها إما بتأويلي وأبين الوجه فيها إما بتأويل أجمع بينها وبينها أو أذكر وجه الفساد فيها إما من ضعف إسنادها أو عمل العصابة بخلاف متضمنها فإذا اتفق الخبران على وجه لا ترجيح لأحدهما على الآخر إلى آخر كلامه خلاصة قوله من أنه سيتناول ما ذكر المفيد في رسالته العملية المقنعة مسألة مسألة فهو لا يترك شيئا من كل ما جاء في المقنعة هكذا هو يقول وأن أترجم كل باب على حسب ما ترجمه وأذكر مسألة مسألة إلى أن يقول في آخر المقدمة صفحة 3 إذ كان مقصورا يتحدث عن هذا الكتاب الذي هو شرح للمقنعة للرسالة العملية لشيخه المفيد إذ كان مقصورا على ما تضمنته الرسالة المقنعة من الفتاوى ولم أقصد الزيادة عليها لأن إن شاء الله تعالى إلى آخر كلامه ما تضمنته الرسالة المقنعة من الفتاوى ولم أقصد الزيادة عليها فهذا هو الذي ذكره في المقدمة أولا ألف الكتاب أو على الأقل ابتدأ بتأليفه في حياة شيخه المفيد وثانيا هذه رسالة عملية كانت الشيعة تعمل بها لا مجال للعبث بها وهذه أمانة علمية رسالة عملية لمرجع الشيعة الأول في زمانه للمرجع الأعلى في زمانه للشيخ المفيد وهو أستاذه وهو في مقام الشرح العلمي والفقهي والديني فهناك أمانة دينية وهناك أمانة علمية وهناك أمانة أخلاقية إذ هو أستاذه فمن الوفاء لأستاذه ألا يعبث بكتابه فماذا فعل الطوسي هذا عبث بكتاب شيخه المفيد هذا هو الجزء الثاني من تهذيب الأحكام أنا لست بصدد الاستقصاء قلت لكم إذا أردت أن أستقصي خيانات الطوسي وأتحدث عن الخيانات العقائدية عن خياناته مع محمد وأهل محمد إذا أردت أن أستقصيها فأنا بحاجة إلى عدد كثير من الحلقات مثل ما قلت لكم في أول الحلقة هو أنموذج هو أنموذج يمثل لكم جانبا من خيانة شيخ الطائفة هذا هو الجزء الثاني من تهذيب الأحكام من الطبعة نفسها التي أشرت إليها مكتبة صدوق طهران إيران لما وصل الطوسي إلى دعاء التوجه وقد قرأته عليكم من المقنعة جاء فيه ذكر أمير المؤمنين حذف الرواية التي فيها ذكر أمير المؤمنين مع أنه تعهد بأن يتناول الرسالة العملية المقنعة مسألة مسألة حذف دعاء التوجه الذي ذكره الشيخ المفيد وجاءنا بصيغ من دعاء التوجه تتناسب مع ذوق الشافعي هي روايات من رواياتنا فهذه مثلا على سبيل المثال رواية عن الحلبي عن إمامنا الصادق وهذه رواية عن زرارة عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه على الباقر والصادق لكن النص الذي ذكره المفيد علسه شيخنا الطوسي شيخ الطائفة وجاء بنصوص خلية من ذكر أمير المؤمنين مؤانا قلت لكم أكو دودة هناك دودة هذه الدودة الطوسية زين ابن الأوادم أنت جاي تشرح كتاب ممالتك وأنت اللي تعهدت في بداية الكتاب من أنك ستشرح الكتاب مسألة مسألة على أي أساس حذفت دعاء التوجه الأساس فيه ذكر أمير المؤمنين لا يوجد شيء آخر لماذا استبدلته بنصوص هي من رواياتنا لكن هذه النصوص خلية من ذكر أمير المؤمنين لماذا فعل الطوسي هذا وجاء بنصوص تنسجم مع المذاق الشافعي ماذا تعدون هذا في أي زاوية تضعونه يمكن أن يقول قائل هذه شطحة من شطحات العلماء لماذا يتكرر الأمر نفسه في مسألة التسليم هذه أدعية التوجه موجودة في صفحة 71 72 من الجزء الثاني من تهذيب الأحكام من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 105 حينما يصل الكلام إلى التشهد والتسليم حذف الصيغة التي جاء بها الشيخ المفيد لأنه في آخرها سلام على الأئمة وجاءنا بصيغة تقاربها في الألفاظ وربما أطول منها لكنها خلية من السلام على الأئمة فيها سلام على الأنبياء سلام على الملائكة سلام على رسول الله سلام على عباد الله الصالحين ولكن ليس فيها من سلام على الأئمة الراشدين على الأئمة المهديين هل هذه أيضا شطحة الأمر مقصود وواضح جدا والأمر هو في صيغة التشهد التي هي معروفة بين مراجع الشيعة الشهادة الأولى والثانية والصلوات إنه التشهد الشافعي هذا هو تشهد الشوافع وسأقرأ ذلك عليكم من كتبهم من كتابهم المركزي الكتاب الذي يعرف في أزماننا بالأم الكتاب الأم حين أقول في أزماننا هذه التسمية قديمة لهذا الكتاب لكن الكتاب له اسم قبل هذا الاسم سأشير إليه في طوايا الحديد ماذا تقولون أنتم هذه المقنعة هذه المقنعة رسالة الشيخ المفيد مطبوعة موجودة معروفة يمكنكم أن تعود إليها كي تقرأ دعاء التوجه في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام يشتمل على ذكر أمير المؤمنين صريحا والتشهد والتسليم في هذه الرسالة العملية للمقفيد يختم بالسلام على الأئمة الراشدين على أئمتنا المعصومين لما جاء أطوسي كي يشرح هذه الرسالة العملية واتخذ على نفسه عهدا وشرطا في المقدمة أن لا يحذف شيئا منها وأن يتناولها مسألة مسألة بالشرح والبيان لماذا حذف هذه النصوص حذف النص الذي يشتمل على ذكر أمير المؤمنين وجاء بنصوص أخرى من نصوصنا لكنها تنسجم مع ذوق الشافعي كيف تفسرون هذا والأمر تكرر في دعائه توجه فعلى هذا وفي التشهد والتسليم توجد موارد أخرى أنا هنا أضع بين أيديكم أنموذجا أنثلة سريعة أنا لست في مقام الاستقصاء إذا كنت في مقام الاستقصاء فهذا يحتاج إلى حلقات طويلة وطويلة جدا إذا أردت إذا أردت أن أسلط الضوء على كل كتب الطوس فأنا أعرفها وأعرف مواطن الضلال فيها وأعرف آراء الشافعي وآراء النواصب فيها في كل كتبه الرجل شافعي معتزلي ناصبي هو شيعي في الآصل وأنا لا أقول من أنه صار شافعيا أنا لا أقول هذا ولا أقول من أنه صار معتزلي بالضبط كمحمد باقر الصدر شيعي لكن مضمونه قطبي الطوسي شيعي لكن مضمونه شافعي معتزلي وهذه الحقائق بين أيديكم أنا لا أتحدث من خيال هذه حقائق واضحة هذه الرسالة العملية للمفيد وهذا شرح الرسالة العملية بقلم الطوسي هذا هو كتاب تهذيب الأحكام أحد الأصول الأربعة التي عندنا الكافي الفقيه التهذيب الاستبصار هذا هو تهذيب الأحكام أحد الأصول الأربعة أنا لا أشكك في روايات هذا الكتاب هذه الروايات رواياتنا والأحاديث أحاديثنا مثل ما مر علينا في حلقة يوم أمس ماذا قال إمامنا عن بني فضال قال خذوا بما رووا وذروا ما رأوا الآراء الفاسدة للطوس له أما الروايات والأحاديث التي هي رواياتنا وأحاديثنا هذه لنا هذا حديث أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنا أحدثكم هنا عن خيانة الطوسي أولا لأمير المؤمنين هذه خيانة لأمير المؤمنين يفترض بالمرجع الشيعي أن يبحث عن النصوص التي فيها ذكر أمير المؤمنين لو أفترض أني شرحت رسالة المفيد وكانت خلية في نصوصها فيما يتعلق بأدعية التوجه كانت خلية النصوص التي جاء بها من ذكر أمير المؤمنين فإذا ما قمت بشرحها فإنني سآتي بنصوص أدعية التوجه وهي عديدة عندنا منها ما هو مروي عن إمامنا الصادق ومنها ما هو مروي عن إمامنا الرضا ومنها ما هو مروي عن صاحب الزمان في التوقعات الشريفة من أدعية التوجه في الصلاة التي تقرأ بعد تكبيرة الإحرام تجتمل على ذكر أمير المؤمنين أما أن يقوم المرجع الشيعي بحث تلك الصيغة وأن يأتي بنحو متعمد وقاصد وأن يأتي بنحو متعمد ومقصود أن يأتي بصيغ وإن كانت من رواياتنا وأحاديثنا لكنها تأتي منسجمة مع الذوق الشافعي كيف أستطيع أن أحسن الظن ذكر أمير المؤمنين يرفع لماذا لماذا أكو دودة أكو دودة هذه الدودة يحملها كل مراجع الشيعة خصوصا خصوصا الآن 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 يحملون دودة طويلة هذه دودة طوسي كلما مر الزمان طالت دودة مراجعنا كلما مر الزمان عرفت من أقولكم الإخياس منهاك جهاي منذ سنة أربعمائة وثمانية وأربعين منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة الملعونة السفيهة البغيضة الضالة إنها إنها حوزة السفاهة والسفهة حوزة النجف حوزة القذارة والقاذورات هكذا بدأت هذا هو طوسيها ومؤسسها ماذا تقولون أنتم هذه الحقائق بين أهديكم أنا لا أقرأ عليكم من كتب الوهابيين مثلا هذه المقنعة رسالة المفيد وهذا تهذيب الأحكام الكتاب المعروف والمشهور في وسطنا الشيعي للطوسي نذهب إلى فاصل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت له ولم جعلت في ذاك قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت فما وجه الحكمة في غيبته فقال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا أهم كتاب عند الطوسي في الحديث هو تهذيب الأحكام وأحدثتكم عن الخيانة في هذا الكتاب وأهم كتاب عنده في الفقه الاستدلالي المبسوط المبسوط في فقه الإمامية هذا هو الجزء الأول طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة ماذا نقرأ في المقدمة في مقدمة كتاب المبسوط هكذا يقول الطوسي صفحة 14 وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك يشتمل على أي شيء يشتمل على طريقة المخالفين في تفريع المسائل هو قال هذا في المقدمة أما بعد فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفين من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية لماذا لأن أصحاب الأئمة يرون حديثهم فقط من دون قذارات منهج الشافعي وأمثاله فلأنهم يستهزئون بفقه العترة والطوسي هذا غارق في الأجواء الشافعية إلى أم رأسه لذا فهو كما يقول متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك على المنهج الشافعي على المنهج الناصبي وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي إليه لحظوا هذه التعابير هو متشوق النفس تتوق نفسه إليه ما هذه الحرارة باتجاه المنهج الناصبي ما في الجنان كما يقول سيد الأوصياء يظهر على فلتات اللسان وهذه فلتات لسان ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان وكنت على قديم الوقت وحديثه على طول الخط متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك على المنهج الشافعي تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف نية أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه فإن الشيعة يريدون منهج أئمتهم اللي يريدون منهج الشافعي دققوا معي في هذه الكلمات هذه كلمات طوس ما هي كلمات وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك على المنهج الناصبي تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف نية أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به بالمنهج الناصبي لماذا لأنهم ألف ألف الأخبار ألف الأخبار اعتادوا وتذوقوا رواية الحديث فلا يريدون منهج المخالفين هو يقول وتضعف نية أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به بمنهج المخالفين بالضبط مثل ما قال صاحب الأمر في الرسالة إلى الشيخ المفيد يخاطب أكثر مراجع الشيعة والطوسي منهم الرسالة وصلت إلى الشيخ المفيد سنة أربعمية وعشرة والطوسي التحق بالشيخ المفيد سنة أربعمية وثمانية سنة أربعمية وثمانية التحق الطوسي بالمفيد الرسالة وصلت إلى الشيخ المفيد سنة أربعمية وثمانية والخطاب إلى مراجع الشيعة إلى علماء الشيعة إلى زعماء الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا السلف الصالح كان متمسكا بالأخبار والأحاديث كان مبتعدا عن منهج النواصب و قذاراتهم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا و نبذ العهد المأخوذ منهم و راء ظهورهم كأنهم لا يعلمون بالضبط هو هذا الذي يفعله الطوسي هنا أقرأ عليكم الكلام مرة أخرى دققوا حتى تعرف أين أنتم هذه أصولنا أصول ديننا هؤلاء هم الذين أسسوا الفساد في ديننا هذا شيخ الطائفة و كنت على قديم الوقت و حديثه متشوقا نفسي إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك نفسه تتشوق إلى منهج المخالفين بالضبط مثل ما قال صاحب الأمر مذجنح جنح هذا التعبير دقيق جدا جنح يعود بنا إلى الجوانح الجوانح ما هي الجوانح القلب الفؤاد الضمير العواطف الوجدان هذه هي الجوانح الإنسان جوارح وجوانح الجانب الجسدي المادي يقال له جوارح والجانب العاطفي الوجداني القلبي يقال له جوانح مذجنح مالت قلوبكم بالضبط مثل ما يقول الطوسي هنا وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك يشتمل على المنهج الذي كان السلف صالح شهاسعا عن وهذا أخذنا إليه هذا الأخبر إنه شيخ الطائفة الأثول وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبتي هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به لأنهم ألف الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ فألفاظ الروايات صريحة هذا اللف والدوران أسلوب النواصب هذه الرسائل العملية كتبت بأسلوب النواصب وهذا الذي يريده مراجح النجا فالطوسي ألف رسالته العملية النهاية بطريقة مشابهة لما كتبه الشافعي ولم يكتب رسالته العملية وفقا لطريقة أستاذه المفيد الذي كتبها بصريح ألفاظ الروايات جمع الروايات والأحاديث الشيخ المفيد في رسالته المقنعة لأنهم ألف الأخبار الأحاديث وما رووه من صريح الألف وإنت شنو ضارك أبو دودة أبو دودة شنو ضارك أنت منعو الوالدين شنو ضارك أنت لأنهم ألف الأخبار وما رووه من صريح الألف ألف هو يقول متأذي متأذي هذا متأذي مدود مدود شيخ طائفة حتى أن مسألة لو غير لفظها لماذا تغير ألفاظ المعصومين أبو دودة تصور الأمور هذا الشكل طائع العظ على هذا الدق وبهذه الطريقة دمرنا الطوسي ومن بعده من هؤلاء السفلة من مراجع النجف وكربلاء هذا هو الطوسي هذا هو كلامه هذا ما هو كلامه هذا كلام الطوسي هذه مقدمة كتابه هذا هذا هو منهج الاستنباط للفتاوى في حوزة النجف وإلى يومكم هذا إنه المنهج الشافعي الصرف والمخالفون لأهل البيت يعرفون هذا هذا كتاب عنوانه حياة الإمام البروجردي سيد حسين البروجردي إنه المرجع الكبير الذي كان مرجعا أعلى في الأربعينات والخمسينات في قم هذا الكتاب من تأليف أحد تلامذته شيخ محمد واعز زاد الخراسان ومن القريبين من ساحته من ساحة البروجردي كان على علاقة وثيقة بالبروجردي هذه الطبعة طبعة المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية الطبعة الأولى ألف أربعمية واحد وعشرين ميلاد ماذا جاء في صفحة مية وسبعة وثماني شيخ محمد واعز زاد خراسان يقول وسمعت أن السيدة البروجردي أهدى شيخ الأزهري الراحلة عبد المجيد سليم من مشايخ الأزهر عبد المجيد سليم كان مفتيا للديار المصرية وصار شيخا للأزهر مرتين مرة بعد مرة من الشخصيات الأزهرية المعروفة هو حنفي المذهب عبد المجيد سليم شيخ الأزهر يقول وسمعت أن السيدة البروجردي أهدى شيخ الأزهري الراحل عبد المجيد سليم ماذا أهداه كتاب المبسوط للشيخ الطوسي لماذا أهداه كتاب المبسوط لماذا لم يقدم له كتاب الكهف هدية لأن هذا الكتاب من كتبهن بضاعتهم ردت إليه ومراجعنا شياطين أبال سيعرفون شي سوهم فأهدا شيخ الأزهر عبد المجيد سليم كتاب المبسوط للشيخ الطوسي وكان لهذا الكتاب أثر كبير على الشيخ عبد المجيد وروي عنه في أواخر حياته قوله سواء حين كنت مفتيا لمصر حينما كان مفتيا للديار المصرية أو حين أصبحت بعد ذلك عضوا في لجنة إفتاء الأزهر متى ما تصديت لمعالجة مسألة للإفتاء كنت أراجع كتاب المبسوط لماذا يراجعه كي يفتي وفقا لما في هذا الكتاب وهو على فقه العترة الكتاب ليس على فقه العترة الكتاب وفقا لفقه الشافعي هذا هو كتاب المبسوط في فقه الإمامي هذه القضية التي يرددها الشيعة دائما من أن الشوافع يشبهوننا دكل عسل شنو الشوافع يشبهوننا ولك وإن إحنا شوافع نحن نشبه الشوافع هذه الحقائق بين أيديكم صدقوني إذا أردت أن أتتبع آراء الشافعي التي يطلقها وكأنها آراء أهل البيت في هذا الكتاب من الجزء الأول إلى الجزء الأخير صدقوني أحتاج إلى حلقات كثيرة حتى أغطي كل التفاصيل هذا كتاب شافعي بكل المقاييس من هنا مفت الديار المصرية وشيخ الأزهر حينما يريد أن يستنبط حكما يعود إلى هذا الكتاب هو الذي يقول سواء حين كنت مفتيا لمصر أو حين أصبحت بعد ذلك عضوا في لجنة إفتاء الأزهر متى ما تصديت لمعالجة مسألة للإفتاء كنت أراجع كتاب المبسوط وكان هذا الشيخ المبجل يعني عبد المجيد سليم من مؤسسي دار التقريب بين المذاهب الإسلامية وعضوا لجماعة التقريب هذه الدار أسست بأموال بعث بها البرجردي إلى حسن البنى فحسن البنى هو الذي أسس هذه الدار وهو الذي أعطاها هذا الإسم هذا الإسم دار التقريب بين المذاهب الإسلامية هذا الإسم وضعه حسن البنى على هذه المؤسسة وكانت هذه المؤسسة تحت إشرافه والبرجردي يبعث بأموال الشيعة التي يسرقها من الشيعة باسم صاحب الزمان كبقية المراجع السراق واللصوص يأخذون الأموال باسم صاحب الزمان يدفع الأموال إلى حسن البنى كي يؤسس دهر التقريب وبعد ذلك يبعث بكتاب المبسوط هدية إلى شيخ الأزهر كي ينتفع منه في استنباط الأحكام الأمر هو الذي فعله الأخوان المسلمون في الكويت حينما بعثوا سؤالا إلى النجف وأجاب عليه محمد باقر الصدر في كتابه البنك اللاربوي في الإسلام وجعلوه برنامجا لبيت التمويل الكويتي الذي هو بنك في أصله وحقيقته للأخوان المسلمين بنك خاص بهم منذ السبعينات صحيح في السنوات الأخيرة سمعت أن الحكومة الكويتية سيطرت عليه لكن منذ السبعينات أسس هذا البنك لخدمة مشاريع الأخوان المسلمين والبرنامج جاءهم من النجف لو كانوا يعلمون أن النجف تفتي بفقه العترة هل يوجهون سؤالا إليها ما هي هذه الحقائق وخضحة أمام أعيننا أنا لا أستطيع أن أحدثكم عن كل شيء ماذا أصنع لهذا الوقت ماذا أصنع لهذا الوقت وماذا أصنع لهذه المطالب الكثيرة التي أريد أن أضعها بين عيديكم بس ما أعتقد ينفع ما أعتقد ينفع الذي يجب علي أن أقوم به سأقوم به أما ما هي النتيجة التي ستكونون عليها تلك مشكلتكم ما هي بمشكلتي هذا هو واقع النجف وهذا هو واقع الشيعة وهذا هو واقع قم البروجردي من قم وإن كان أساسا مرده وأصله النجف النجف هي الأساس ولذا أركز حديثي على النجف أنا لا أركز حديثي على الفروع المختلفة وإلا فالحال هو هو في إيران والحال هو هو في باكستان وفي الهند وفي لبنان وفي دول الخليج لكن الرأس أين الرأس في النجف في النجف في النجف نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر 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 خوئي فمنهج السيستاني هو أقرب إلى منهج البروجردي منه إلى منهج الخوئي على نفس هذا الذوق إنه الذوق الغاطس في قذارة النواصب إلى أبعد العدود وهذا تلميذه الشيخ محمد واعز زادة يقول هكذا صفحة 188 وكان السيد الأستاذ يعني البروجردي يتحدث عن شيوخ الأزهر ويتحدث عن الشيخ محمد عبده وغيرهم من علماء أهل السنة بتقدير وإجلال كما أنه كان يراجع دائما كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الأندلسي باعتباره من أحسن الكتب في الفقه المقارن في فقه النواصب لا يوجد في هذا الكتاب شيء عن فقه العترة الطاهرة بداية المجتهد ونهاية المقتصد هو فقه مقارن بين مذاهب النواصب هو يقول الشيخ محمد واعز زادة خراساني وطالما وطالما رأيت الكتاب مفتوحا أمامه أمام البروجردي على من ضدته وتعرف طلابه على هذا الكتاب عن طريقه تعرف على الضلال هل تعرف على فكر أهل البيت في عمقه وحسنه وجماله لا يوفقون إلى ذلك مراجع الشيعة لا يوفقون إلى ذلك غطسون في قذارات النواصب وقذارات المراجع الذين سبقوهم أعود إلى الطوسي هذا فهذا الطوسي يؤذيه هذا الحال ماذا يؤذيه لأنهم لأن الشيعة ألف الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ ما هي هذه الفصاحة والبلاغة ما الذي يؤذيك يا أبو دودة يا طوسي ما الذي يؤذيك لأنهم ألف الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ حتى أن مسألة حتى أن مسألة حتى أن رواية لأن المسائل في فقه العترة رواية وأعادي حتى أن مسألة لو غير لفظها لماذا تغير لفظها وهو لفظ المعصوم أو أقرب ما يكون من لفظ المعصوم إنه لفظ الراوي حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم تعجبوا منها وقصر فهمهم عنها والله أنت فهمك قاصر يا أيها الغبي الأثول يا أيها الشافعي المعتزلي في كتاب القذارة هذا المبسوط ليس في فقه الإمامية في فقه الشافعية والله في فقه المسوخ حتى كتب فقه الشافعية هي خير وأفضل من هذه الكتب القذرة لا هي بكتب الإمامية حقاً ولا هي بكتب الشافعية حقاً هذه كتب المسوخ صفحة مية وأربعة وخمسين وما بعدها الحديث هنا عن دعاء التوجه هذا الكلام ينقله الطوسي أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء وإنما أقرأ بعض شيء على سبيل الأنموذج صفحة مية وخمسة وخمسين وينبغي أن يقول في دعاء التوجه وأنا من المسلمين ولا يقول وأنا أول المسلمين وما روي عن النبي أنه قال كذلك وأنا أول المسلمين إنما جاز لأنه كان أول المسلمين من هذه الأمة هذا الكلام لا وجود له في رواياتنا وأحاديثنا المؤسسة وهي مؤسسة النشر الإسلامي في قم المقدسة هذه مؤسسة تابعة للحوزة العلمية الدينية في قم لما حققوا هذا الكتاب وهذه الطبعة طبعتهم ووصلوا إلى هذا الموطن فبحثوا في كتب الحديث الشعية ما وجدوا هذا الكلام فأين وجدوه بحسب الحاشية راجع السنن الكبرى للبيهقي الجزء الثاني صفحة 33 هذا هو الجزء الثاني من السنن الكبرى للبيهقي البيهقي هو من كبار أئمة الشافعية بل البعض يعده الشافعية الثاني البيهقي من كبار أئمة الشافعية توفي سنة 458 هم يقولون في أجواء الشوافع من أن أكثر عالم بين علماء الشوافع خدم الإمام الشافعي هو هذا البيهقي صاحب السنن الكبرى السنن الكبرى الجزء الثاني للبيهقي صفحة ثلاثة وثلاث ورد هذا الكلام الذي أثبته الطوسي في كتابه وجعله جزءا من استدلاله ومن أدلته وهو يفصل القول ويفرعه في صيغة دعاء التوجه التي تقرأ بعد تكبيرة الإحرام من أين أخذ الناس من أين أخذ المضمون بحسب مؤسسة النشر الإسلامي بحثوا إما عبر أجهزة الكمبيوتر أو عبر الكتب بشكل مباشر فوجدوا هذا الناس في السنن الكبرى للبيهقي الشافعي هذا هو الجزء الثاني صفحة ثلاثة وثلاثين وقد نقله عن الشافعي عن الإمام الشافعي قال الشافعي رحمه الله يجعل مكان وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين باعتبار في رواياتهم أن النبي قال هذا في دعاء التوجه قال الشافعي رحمه الله يجعل مكان وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين وهذا هو الذي قاله الطوسي هنا وينبغي أن يقول وأنا من المسلمين ولا يقول وأنا أول المسلمين وما روي عن النبي أنه قال كذلك إنما جاز لأنه كان أول المسلمين من هذه الأمة وهذه الروايات أوردها البيهقي عن النبي في صفحة 32 وفي صفحة 33 في حديث عبد العزيز ابن أبي سلم وأنا أول المسلمين إلى بقية التفاصيل مراد أن مؤسسة النشر الإسلامي حينما حققت الكتاب وأرادت أن تجد مصدرا في كتبنا لهذا الحديث لهذا المضمون ما وجدت ولا يوجد في كتبنا في أحاديث الأئمة وجدوه أين وجدوه في السنن الكبرى للبيهقي وأنا أقول لهم لستم دقيقين جدا المصدر الأصل هو كتاب الأم للشافعي هذا هو البيهقي نقل عن هذا الكتاب الأم هو أهم كتب الشافعي وهو الكتاب المركزي للشوافع الشافعي لم يطلق عليه هذا الاسم هذا الاسم جاء متأخرا بين أتباع الشافعي إنما أسموه بالأم باعتبار أن كلمة الأم تعني الأصل يعني أن أصل المذهب الشافعي هو هنا في هذا الكتاب الكتاب الأم لإمامهم الشافعي الشافعي كان قد سماه باسم آخر أتعلمون ما هو الاسم الأصل لكتاب الأم المبسوط المبسوط والطوسي أخذ اسم كتاب الشافعي المبسوط اسمه المبسوط ما هو الدليل على ذلك هذا الفهرست للندي كتاب الفهرست وهو كتاب معروف بين محقق الكتب الفهرست للندي طبعة مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي وهذا هو المجلد الثاني من الجزء الأول الجزء الأول فيه مجلدان بحسب طبعة مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي 2009 ميلادي لندن كتاب الفهرست لأبي الفرج محمد ابن إسحاق الندي هذا الكتاب ألف سنة 377 حجر قمري الذي حققه وعلق عليه الدكتور أيمن فؤاد سيد صفحة 39 والحديث عن كتب الشافعي وله من الكتب للشافعي كتاب المبسوط في الفقه رواه عنه الربيع ابن سليمان والزعفراني ويحتوي هذا الكتاب على كتاب الطهارة ويحتوي هذا الكتاب على كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الزكاة إلى بقية الكتب هذا كتاب الأم ماذا نقرأ في بدايته أخبرنا الربيع ابن سليمان قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى وله من الكتب كتاب المبسوط في الفقه رواه عنه الربيع ابن سليمان ويحتوي على كتاب الطهارة كتاب الصلاة هو هذا أخبرنا الربيع ابن سليمان قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى ويبتدئ بالآية إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخر الآية فهذا هو أول كتاب في كتاب المبسوط في الفقه وهو كتاب الطهارة بالضبط مثل ما قال النديم في هذا الفهرست هكذا قال وله للشافعي من الكتب كتاب المبسوط في الفقه رواه عنه الربيع ابن سليمان الربيع ابن سليمان هو الذي يقول عنه الشافعي الربيع راويتي وهو أحفظ أصحابي ولذا فهو الذي روى للشوافع كتب الشافعي وهذا أهم كتب الشافعي وهو كتاب الأم فشيخنا الطوسي سرق عنوان كتاب الشافعي الأصل الذي يعنون الآن سرق عنوان كتاب الشافعي الأصل الذي يعنون الآن بكتاب الأم وجعله عنوان لكتابه تيمنا وتبرك لماذا أخذ عنوان كتاب الشافعي لماذا لم يأخذ عنوان كتاب الكافي مثلا وسمى كتابه الكافي في فقه الإمامية لماذا ذهب إلى كتاب الشافعي وأخذ عنوانه المبسوط في فقه الإمامية وما هو بفقه الإمامية إنها إماميهة الشافعي نذهب إلى فاصل عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباب وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيّت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله أو ينعت بكله أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناء لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو الجزء الأول من كتاب الأم للشافعي وهذه الطبعة طبعة دار الحديث القاهرة مصر ألفين وسبعة ميلادي إذا ما ذهبنا إلى صفحة ثلاثمية وخمسة وخمسين الباب الخمسون باب افتتاح الصلاة نصوص الأدعية التي يذكرها الطوسي في كتابه وحتى الروايات التي جاء بها ووضعها في كتابه تهذيب الأحكام كي يشرح كتاب المقنعة لشيخه المفيد جاء بالروايات التي هي من رواياتنا تنسجم مع مضامين نصوص دعاء التوجه بحسب الشافعي إلى أن يقول في صفحة ثلاثمية وسبعة وخمسين وبهذا كله أقول وأمر وأحب أن يأتي به كما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغادر منه شيئا ويجعل مكانه وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين إلى آخر كلامه فالمصدر الأصل هو هذا والبيهقي نقل عن هذا أما أطوسي فإنه لم ينقل عن البيهقي نقل عن الكتاب الأصل الذي كان معنونا بالمبسوط في الفقه فأخذ الكلام من هذا المصدر الأصل والأمر والأمر هو هو في تشهد الصلاة ماذا يقول الشافعي في كتابه الأم هكذا يقول صفحة ثلاثمية أو تسعة وثمانين فعلى كل مسلم وجبت عليه الفرائط أن يتعلم التشهد والصلاة على النبي ومن صلى صلاة لم يتشهد فيها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحسن التشهد فعليه إعادتها وإن تشهد تشهد بالشهادتين الأولى والثانية وإن تشهد ولم يصلي على النبي أو صلى على النبي ولم يتشهد فعليه الإعادة حتى يجمعهما جميعا حتى يجمع بين الشهادتين والصلاة على النبي هذا هو الذي يتبناه الشافعي في تشهد الصلاة إنها الشهادة الأولى الشهادة الثانية وبعد ذلك الصلاة على النبي اللهم صل على محمد وآل محمد هذا هو الذي تبناه أطوس واختاره وصار هؤلاء الحمير من المراجعي ومن الخطباء يقولون لنا من أن التشهد توقفيون ماذا يقول أئمتنا وأنا أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الثالث والطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 324 الباب 196 الحديث الثاني بسنده عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي جعفر لإمامنا الباقر صلوات الله عليه أي شيء أقول في التشهد والقنوط هل هناك شيء ثابت قال قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت والمعنى واحد فإنه لو كان موقتا محددا لهلك الناس بسبب التقية فإن التقية في بعض الأحيان تجعل الشيعة في زمن الأمويين وفي زمن العباسيين أن يذكروا في التشهد الشهادتين فقط من دون الصلاة على محمد وآل محمد وفي بعض الأحيان يتقون بحسب فقه الشافعي ففقه الشافعي كان فقها منتشرا أيام دولة بن العباس الشافعي توفي سنة مئتان أربعة في زمن المأمون العباسي إمامنا الرضا استشهد مسموما سنة مئتان وثلاثة للهجرة الشافعي مات في مصر بعده بسنة واحدة مئتان وأربعة للهجرة بكر بن حبيب يقول قلت للإمام الباقر صلوات الله عليه أي شيء أقول في التشهد والقنوط قال قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقة لهلك الناس ولذا فإن صيغ التشهد عندنا كثيرة أتعلمون أن صيغة من صيغ التشهد أن تقول الحمد لله وتقوم هذه رواية عن الأئمة صلوات الله عليه الحديث الأول في الباب نفسه إذا حمدت الله أجزأ عنك في التشهد فقط تقول الحمد لله هذا في حال التقية هذا في حال التقية وهذا التشهد الذي علمكم إياه مراجعكم وكتبوه في رسائلهم العملية هذا في حال التقية وفقا لمذاق الشافعي أما في زماننا فلا تقية وليس هناك من خطر حتى في السعودية الناس بإمكانها أن تصلي وأن تتشهد بذكر أمير المؤمنين ليس هناك من مانع يمنعهم فلا تقية فلا تجوز العمل بروايات التقية في الزمن الذي لا تقية فيه لا يجوز هذا صلاتكم باطلة لا يجوز العمل بأحاديث التقية ونصوص التقية في الزمن الذي لا تقية فيه نحن عندنا من صياغ التشهد أن تقول الحمد لله ويكفي وعندنا من صياغ التشهد أن تذكر الشهادتين فقط الشهادة الأولى والشهادة الثانية وعندنا صياغ أخرى وعندنا صيغة كصيغة الشافعي الشهادة الأولى والثانية مع الصلاة على محمد وآل محمد وهذه كلها من صيغ التقية فهذه التوقفية التي يتحدث عنها هؤلاء الثيران وهؤلاء الحمير من أصحاب العمائم النجفية والكربلائية البيضاء والسوداء هؤلاء الثيران لا يعرفون معنى التوقفية هذه توقفية شافعية ماذا نصنع لهؤلاء الثيران وماذا نصنع للثيران الذين يتبعون هم قل بأحسن ما علمت فهل أن أحسن ما علمنا أن نقرأ الشهادة الأولى والثانية وبعدها نذكر الصلاة على محمد وآل محمد أم أن أحسن ما علمنا ما قرأته عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري حيث حدثنا رسول الله عن التشهد الذي يشتمل على ذكر أمير المؤمنين وما قرأته عليكم من الفقه الرضوي من النص المروي عن إمامنا الرضا الذي يشتمل على ذكر الأمير وفاطمة والحسن والحسين وكل الأئمة وعلى ذكر صاحب الزمان ماذا تقولون أنتم ماذا تقولون هل تبحثون عن دينكم أم تبحثون عن دين الشافعي نبيكم من الطوسي أم نبيكم محمد ما أنا قرأت عليكم حديث محمد من تفسير ابن محمد من تفسير ولده العسكري صلوات وسلام عليهم وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين تريدون أن تلتزموا بتشهد الشافعي هنيئا لكم هنيئا لكم حتى يجمعهما جميعا يجمع بين شهادة الأولى والثانية والصلاة على محمد وآل محمد وهذا ما ذكره الطوسي في كتابه المبسوط هكذا يقول والتشهد والتشهد يشتمل على خمسة أجناس الجلوس والشهادتان والصلاة على النبي والصلاة على آله فهذه الخمسة لا خلاف بين أصحابنا فيها أنها واجبة ويشهد ويشهد الشهادتين وهو أقل ما يجزيه في التشهد والصلاة على النبي وعلى آله فإن نقص شيئا من ذلك فلا صلاة له بالضبط كما قال الشافعي في كتابه وكل ما زاد على ذلك من الألفاظ الواردة فيه فهو زيادة في العبادة والثواب فذكر علي الذي ورد في بعض الصيغ فيه زيادة في العبادة والثواب سود الله وجهك يا طوسي وسود الله وجه مراجع حوزتك القذرة والتف على هذه القذارة على كتابك هذا وعلى حوزتك القذرة لاحظوا الشيطان الطوسي الخبيث إنه شيخنا شيخ الطائفة من أم مدال الطائفة الطائع عضل شلو طائفة طائع عضل لاحظوا هذا الشيطان نذهبوا إلى فاصل يا حبي أنير في بعضنا وياك بالدام بالنفس بالجي مثل ما قينا على الفطرة لا صدفة ولا تعوي أفرض أفرض نيش لا تقي إش ما تفرض بعد يا حسين إش ما نعمل بعد وينزي لابد ما تيجي الساعة بيها البي هنين سيبه وينعي لابد لابد ما حريكي ولنشوف ولنشوف ولنزم أطار تسندنا وسادة مار بآخر بنشوف ولنزم أطار تسندنا وسادة مار بآخر نفاش يحسب نعص حنا بيها منها يحجي بقيت بيها المترجم للقناة في الرسالة العملية النهاية في مجرد الفقه والفتوى لأن الشيعة كانوا يعملون بالمقنعة والمقنعة في دعاء التوجه فيها ذكر لأمير المؤمنين ذكر هذا في الحاشية مراد في الحاشية في آخر المسألة فبعد أن ذكر صيغا لدعاء التوجه وإن قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي حنيفا مسلما إلى آخر الكلام كان أفضل هذا الكلام من الفتاوى البازارية باعتبار أن الشيعة كانت قد تعودت على الرسالة العملية للشيخ المفيد ودعاء التوجه في الصلاة فيه ذكر أمير المؤمنين فماذا صنع هنا ذكر الصيغا لدعاء التوجه ذكر صيغة بالضبط تأتي منسجمة مع مذاق الشافعي فذكر الصيغة كاملة وعلق في آخرها وإن قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي حنيفا مسلما إلى آخر الكلام وهذا نحو من أنحاء التضعيف لو كان هو هذا الأفضل لماذا لم تذكره كاملا لماذا قدمت عليه نصا آخر وذكرت ذلك النص بالكامل وبعد أن ذكرت النص بالكامل ألحقت هذه الحاشية ولم تكمل النص كاملا شيطنة هذه شيطنة مراجع الشيعة بالضبط شيطنة المراجع المعاصرين إنها شيطنة المرجع الأعلى ومن معه من المراجع الكبار يصدرون الفتاوى يتحدثون بالنحو الذي يضحكون به على الشيعة في أجوائهم الخاصة هناك شيء آخر والأمر هو في التشهد والتسليم فألحق بالتسليم السلام على الأئمة الهادين المهديين بينما هنا في كتابه المبسوط ولا يضحكون عليكم ويقولون لكم هذا الكتاب أُلِّف في مواجهة المخالفين فماذا نصنع بتهذيب الأحكام هل أُلِّف في مواجهة المخالفين ما هو حذف الدعاء الذي أورده المفيد والكتاب تعهد في مقدمته من أنه سيذكر المسائل مسألة مسألة حذف دعاء التوجه الذي فيه ذكر أمير المؤمنين وجاء بنصوص أخرى وحذف نص التشهد والتسليم الذي في آخره سلام على الأئمة الراشدين حذف هذا وجاء بنصوص خلية هذا في تهذيب الأحكام فهذا كتاب للشيعة ليس هناك من احتمال ولا واحد بالتريليون من أنه ألفه للمخالفين هو قال في المقدمة من أن أحد الأصدقاء طلب منه أن يشرح الرسالة العملية للشيخ المفيد فماذا يصنع المخالفون بهذا حتى هذا الكتاب المبسوط لم يؤلفه للمخالفين والدليل أن طريقة الاستنباط الشافعي هي التي اعتمدت بعد ذلك إلى يومنا هذا اعتمادا على ما بيّنه الطوسي في كتابه الموصوب فهذه طريقة الاستنباط الموجودة هنا والتي بيّنها في هذا الكتاب وانتقد الاعتماد على الأخبار والأحاديث والروايات والألفاظ الصريحة مثل ما قرأت لكم وذهب إلى المنهج الشافعي في الاستنباط فهذا كتاب شيعي أُلف للشيعة قطعا لشيحة المراجع ليس لشيعة الحجة ابن الحسن وهذا الكتاب أيضا أُلف للشيعة فتهذيب الأحكام كتاب ألفه الطوسي للشيعة والمبسوط في فقه الإمامية ألفه للشيعة أيضا فلماذا حذف دعاء التوجه في هذين الكتابين الذي فيه ذكر أمير المؤمنين وحذف السلام الذي فيه سلام على الأئمة في الكتابين معا لماذا في الرسالة العملية ذكر دعاء التوجه الذي فيه ذكر أمير المؤمنين وفي التشهد والتسليم ذكر السلام على الأئمة الهادي إنه يريد أن يضحك على ذقون الشيعة بالضبط هذا هو برنامج مراجع الشيعة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين ما في قلوبهم ليس الذي يظهرونه لشيعة كي يضحك عليهم في رواية التقليد المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون الإمام الصادق هكذا وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى هكذا قال عنهم المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون هكذا يظهرون للشيعة إنهم أضروا على ضعفاء الشيعة على ضعفاء العقيدة على ضعفاء الثقافة لأن الشيعة أخذت ثقافتها حتى أولئك الذين يحملون شهادات الدكترة في التفسير وفي القرآن وفي الحديث هم لا يعرفون هذه الحقائق يأخذون ثقافتهم من نفس مزبلة مراجع النجف وكربلاء من نفس المكتبة الشيعية التي هي مراحيض النواصف ما هو هذا الواقع صدقوني هذا يجري في الشيعة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين أعتقد أنكم من خلال برامجي تتلمسون معرفة وخبرة الواسعة بتأريخ مراجع الشيعة وبكتب المكتبة الشيعية أنا لا أريد أن أتباهى بشيء ولا أريد أن أتظاهر بشيء ولا أريد أن أفاخركم لكن المكتبة الشيعية صدقوني موجودة هنا أنا لا استعمل أجهزة الكمبيوتر لأنني جربتها ووجدت نفسي أسرع منها لذلك عثم استعمالي لها الكثير لا أمتلك خبرة وحسعة فيها لأنني لا أستعملها جربتها جربت العمل بأجهزة الكمبيوتر فوجدت نفسي أسرع منها في استخراج المطالب وفي معرفة المصادر لكثرة معايشتي للكتب والمكتبات صدقوني إلى هذه اللحظة لمدة تتجاوز أربعين عاما ما وجدت كتابا عند مراجع الشيعة من كتبهم قد ألف ولو بدرجة عشر بالمئة وفقا لمنهج العترة الطاهرة هذا الكلام أنا مسؤول عن أحاسب عليه يوم القيامة إذا لم يكن دقيقا سيسبب ضلالا عند الناس على الأقل عند الذين يثقون بكلامي صدقوني حتى مقدار عشر بالمئة هذا كثير ما وجدت كتابا عند مراجع الشيعة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين وإلى الآن قد ألف وفقا لمذاق أهل البيت لا في الفيق ولا في الأصول ولا في العقائد ولا في التفسير ولا في التأريخ ولا في أي موضوع من الموضوعات أقول هذا الكلام بجرأة وبإمكاني أن أثبته وها أنني أثبته أمامكم هذا أنموذج بإمكاني أن أهتيكم بالأنثلة والنماذج في برنامج يستمر إلى شهور إلى شهور إذا أردت أن أتابع كتب المكتبة الشيعية قطعا لا أستطيع أن أتابعها كلها من أين آتي بوقت كهذا لكنني إذا أردت أن أتابع أشهر الكتب أهم الكتب فسأحتاج إلى برنامج يستمر إلى شهور وربما يحتجاوز الشهور تذهب القضية إلى سنوات أنا أعرض لكم بعض النماذج هذا هو الذي أستطيعه أعتقد أن القضايا صارت واضحة هذه هي خيانة الطوسي التي أتحدث عنها ألا تجدون أن الرجل مصداق لما قاله إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه مذجنح كثير منكم يا مراجع الشيعة يا علماء الشيعة يا قادة الشيعة يا زعماء الشيعة يا وجهاء الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسع ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون من هنا أرسل إلينا صاحب الأمر رسالته العظيمة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا دخيلك يا صاحب الزمان دخيلك مساوق لإنكارنا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا الحديث طويل طويل والطريق طويل طويل الطريق طويل أتعبني أتعبني طوله وما أتعبني المسير فيه ما أتعبني المسير فيه سأبقى أسير وأسير وأسير لن يتوقف سيري إما بموت أو بعجز تام حين حينئذ سأتوقف عن المسير لكنني أقولها لكم إلى هذه اللحظة عندي من النشاط والقوة والصحة ما أستطيع أن أخرجكم من الحفرة ساعدوني وإن أساعدكم لا أدري بعد أشهر بعد سنة هل سأبقى حيا هل لن أتحول إلى كائن عاجز عن العمال لازلت قادرا على أن أعمل على أن أتحرك وأنا قادر صدقوني أنا قادر على إخراجكم من هذه الحفرة التي أنتم فيها أنا أعرف الطريق لقد جربت أعرف من أين الدخول ومن أين الخروج صدقوني إنني أعرف هذا بوضوح الرؤية عندي واضحة وواضحة جدا ساعدوني كي أساعدكم بمفردي لا أستطيع أن أفعل شيئا هذا هو كل الذي أستطيع أن أفعله لكم انتظروني غدا الحلقة مهمة جدا كي نعرف قصة هذا الخائن إنها قصة شيخ طائفتنا إنه شيخ طائفة محمد بن الحسن الطوسي زهرائيون نحن زهرائيون زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي زهرائيون نحن يا بقية الله والأشق كربلاه سألكم دعاء جميعا في أمان الله زهرائيون